نتيجة النطج ده كابتن عليك توقعك انت الشخصي ان منتخبنا قادر يوصل كاتل عالم وقدر تأهل خلاص بطولة افريقيا قادر ينافس مش هو اللي يطوك يعني منتخب راح ينافس على بطولة افريقيا بلالانا شوفت الفترة الفاتتة لا لا دي ولا دي لا لا المتخب ده يقف على حيله قاوة قاوة لما منتخب الأولومبي يبقى خلاص منتخب قاوة اه انت عينك على المتخب الأولومبي مع شوية عناصر موجودين كل النجوم في المنتخب الأول كلهم كبار السن هتلعب شيل مصطفى محمد شيل محمد صلاحة على أساس اللي هو عنده قدرة على عطار عندك طريق حامد كبير عندك حجاز كبير عندك كل اللعبة دي كبيرة لازم لازم الفترة اللي جاية المنتخب اللي هم ببعده ميجي الأولمبيات هم دول أمل مصر مع تطايمات من اللعبة الكبارة يعني احنا شايف ان احنا قدامنا لسه فترة فترة مع ايه عم سبقلت لك اللعبة بدأت بدأت تنطب تمام وخلي بالك برضو فيه أندية بتعتمد على العيبة الأجانب مع المنتخب مصر برضو ما لو شدت على اللعبة الأجانب دي برضو هتلاقي اللعبة على الصوابع يعني مثلا فيه أندية اللعبة الأجانب هي اللفرقة معها بدون زكتة أسماء فشيل اللعبة دي بص على اللعبة المحلية هتلاقي مع أنه أنا كنت شايف أن القماشة السنة دي يعني تريح أي مدير فني يعني أنت عندك عندك النهاردة محترفين برة حتى لو أنديةهم مستوى متراجع لكن هم نفسهم عاملين سيزن كويس صلاح عامل سيزن كويس مصطفى محمد مكسر الدنيا في تركيا أنني أفضل موسم لي مع الأرسنل حجازي عامل شغل في التحاد جدة مش عايز أنسى حد بس يعني أصد أقول فيه أربع حم سبوح تقول تريزي جي طبعا عامل برضو سيزن كويس مش وحش وعندك بطال أفريقيا جوة وعندك دوري فيه لعيبة ممكن جدا على فكرة أنا بشوف أنه كمان يعني فيه عندنا في مصر مشكلة التبهات أنه اللي معروفين دوليين يبقوا هم دول منتخب لكن محدش بيغامر ويأواشو ما أنا بقالي كتير أنا شفتش مسلا حد ضم وجه جديد للمنتخب محد يقدم للمنتخب المدرب اللي بيصنع لعب يا حمد المدرب اللي بيصنع لعب يعني بتعتمد أنت عن نجم أو بتعتمد على اللعيب أو بتعتمد على اللعيب اللي هو يعني ممكن نقدر يدي لك في الوقت الحالي طب تشغل كتيبة تقدر لأنت تستفيد منها زي ما عادي يقول لك بقى أصل الوقت أصل الأجندة أصل 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 مع أن احنا كان عندنا فترة اللي فاتت في توقف الدوري بسبب كورونا وراجع الدوري تاني كان ممكن نحنا تجمع في ظروف معينة تجمع وتشتغل وتشوف وتعد وهو الحاجات دو كلها قلت على محمد شريف نجم الشباك الخادم تمام و إضافة كويسة وسنه كويس يقدر يدي لك موسم كويس آيمن أشرف أنا باعتبره نجم الأهلي هذا الموسم أصل النجم ده مش مجرد لو أنا أجيب لك جون لا المستوى ثابت آيمن أشرف النهاردة الوحيد اللي في مصر من أول دية لآخر دية مع فرقيته سواء منتخب مصر أو نادي الأهلي بيلعب بنفس المستوى أنا معجب بي جدا السنادي على الفكر تحطه هنا يشتغل تحطه هنا يشتغل حقيقة وعايز أقول لحضرك حاجة مول الأهلي كمان حسس بدا جدا عايز أقول لحضرك حاجة لما تنال جنب الشمال عمل دروب في الحتة في القلب محترام لجميع اللعب لأنه التركيبة بتاعته هو بقدر بينون ماشي أول واحد في عقرانية لا أنا بقول لك دي تبقى ظروف طرقة لأي مدرب أنا بكلمك على نجومية لعك أجمن أشرف من اللعيبة اللي طوارت نفسها بأمانة هذا الموسم هو نجم النادي الأهلي الأول صحيح هو الكتيبة رغم أنه الأداء الأكيد أنه جمهور بما نقلتنا للأهلي يعني أنه الأداء الجمهور مش راضي قوي عن أداء اللي بيقدمه النادي الأهلي بتحديدا مش بشهول بداية السيزن لا كنا راضيين جدا لحد كاسة العالم يعني الأهلي قدم في كاسة العالم مطشط الجمهور راضي عنها وراضي الفرحان جدا بالبرونزية لكن من بعد رجوعنا الأداء مش في أحسن أحواله لكن النتائج مرضية ما أقدرش أقول أنه الأهلي متأخر وأنه موسمان يماشي المطلوبة منه وتأهل دور المجموعة فيه أبسل داونز ما فيش متفقين بس في النهاية بتحقق المطلوب وده في حد زيته مش كل الفرق بتقدر تفضل طول الوقت شوفنا البارن أقدم ملحمة مع باريس سان جرمان بس في النهاية باريس سان جرمان كسب تهذا تنين فلطيف أنك تبعها مش في أفضل أحوالك وبتحقق نتاج إزاي شايف أنه مستر موسمين يقدر يعدل البصلة لأداء بالنسبة لأهلي فترة اللي جاية خصويا أنت طبعا عارف ضغط المباريات عامل إزاي؟ ده خليل دي الفترة الأصعب الفترة اللي جاية بتلعب على دوري عام وبتلعب على أفريقيا والعملية يعني وجمهورك ما لا يرضى بأن حاجة تهرب منه أخذ بالك فالفترة اللي جاية أصعب لكن أنا ساعات بقول أنه مسماني بيقل يعني بيعمل على بيت روتشن في الفرقة تمام وساعات أقول لا خانوا التشكيل كمورات معينة يمكن أنا يعني الموقف ده زكرني بأن أنا كنت زعين جدا اللي هو قاعد إليو ديانج وهو في أحسن حالاته صحيح كل جماهير الأهلي كانت بتتكلم في النقطة دي ليه إليو ديانج قاعد في أحسن حالاته يعني لسه كان أولادي بيقولولي واحد منهم طبعا يعني علاوه مستفز بيقول لي إليو ديانج ماشي بش كويس طلعت من بقعة طلعته مسماني السبب إنه قاعده هو في أحسن حالاته في لعيبة تخلق معاها نوع من الألوان عند وينزل وفي لعيبة تتأثر نفسيا مسماني اسمه إليو ديانج محمد شريف عكس إليو ديانج لما قاعد فترة برضو كان هو ومحمد شريف قاعد هو وإليو ديانج لما محمد شريف نزل لأ رجع بسرعة وبيجيب جوان وماشي كويس ففيه بتبقى مدارس مختلفة في التشكيلات لكن في الآخر زي ما حالك بتقول إيه انت بتاخد المطلوب يعني طبعا ده بقاش وحش قوي يعني لكن بتاخد المطلوب ودي في بعض الأوقات عشان برضو حتة التلات نقاط أهم وكلام ده كله فبعض المواقف محتاج الحاجة دي وبعض المواقف محتاج الفرقة مش بدون المستوى لكن بتقدر تطلع به تعدل المواقف